دكتور هذا اللي تتحدث به خلينا نشخص بأن الأزمة العالمية وأسقاطاتها الخاصة على البلدان العربية دعت إلى أزمة عربية بالكامل لكن اليوم نتحدث هل هناك أزمات ببلداننا العربية أزمات خاصة يعني زادت من توتر الموضوع وأدت إلى مساوى الأزمة الاقتصادية العربية أكيد الدول العربية كانت بتعاني من تحديات كبيرة جداً ما قبل تدعية كورونا وده ناتج عن فترات طبعاً إحنا يعني عشناها كلنا طبعاً عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني واللي أكيد بتؤثر على عدم موجود استقرار اقتصادي تأثرنا طبعاً اقتصادياً خلينا نقول كمان أن الجزء الخاص بمناخ الاستثمار في عديد من الدول العربية تأثر بشكل كبير احتياجات المواطن الجزء الخاص به الخدمات الأساسية اللي بيبحث عنها أي مواطن في الدول العربية من حيث تعليم وعلاج دي كانت يمكن تأثرت بشكل كبير الجزء الثاني مطابق بقى بالثقة يعني إحنا الفكرة كلها كمان الثقة سواء بنتحدث عن الاستثمارات العربية بينها بعضها البعض وما بين كمان الاستثمارات الأجنبية القادمة للدول العربية مع حالة عدم الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وعدم وضوح الرؤية في هذا الجانب أكيد التوقعات الاقتصادية والجانب الاقتصادي تأثر بشكل واضح لما جات أزمة كورونا اللي أثرت طبعا بالسلب وأضافت أعباء جديدة على الاقتصاد العربي أكيد كانت الأمور صعبة جدا لكن خلينا نقول أن في ظل هذه الأزمات كان دايما بيتفتح مجال التعاون العربي فزي ما بنقول أن كان فيه أزمة كبيرة جدا لكن هي جددت عند دول العربية كلها ملف مهم جدا كلها بنتحدث عنه منذ عقود وهي فكرة إزاي أن يبقى فيه تعاون عربي لمواجهة الصدمات والأزمات اللي بيمر بيها العالم موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر